اهلا بكم تقول المراكز البحثية المختصة ان الانتخابات البرلمانية المبكرة التي اجريت في العام 2021 وما اسفر عنها من نتائج تحولت الى سبب لخلق ازمات جديدة في العراق بدلا من حل القائم من هذه الازمات وهذه ازمات ستبقى التحدي السياسي الاكبر من ضمن جملة تحديات تنتظر العراق في المرحلة القادمة رغم الاستقرار السياسي الهش الذي تحقق بصعوبة بالغة في العراق في ضوء التجارب السابقة من الصراعات السياسية والتي تفجرت بعد العام 2003 وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في اسعال النفط العالمية لان ذلك لم ينعكس ايجابيا على مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العراق وخفض نسبة الفقر او تحسين مستوى الخدمات العام كما ان مركزية الدولة بصفتها المشغل الوحيد للاقتصاد في العراق والفشل في بناء قطاع خاص وطني فعال والعجز عن محاربة الفساد فاقم الوضع الاقتصادي اما في الجانب الامني فان التحدي الاكبر هو هيمنة الميليشيات استمرارها وسلاحها المنفلث في ظل عجزي وتواطئ ما يسمى بالدولة بعد العام 2003 التحديات الخطيرة التي تنتظر العراق في المرحلة القادمة في ضوء الاستقرار السياسي الهش وبقاء عوامل الاضطراب هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي نطرح فيها او سنطرح فيها عدة تساؤلات كيف تحولت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العام 2021 الى سبب اخر لخلق ازمات جديدة في العراق ولماذا لم ينعكس ارتفاع اسعار النفط العالمية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ايجابيا وتخفض او تخفض نسب الفقر والبطالة وتحسن الخدمات العامة وهل فعلا ان عوامل الاضطراب ما زالت قائمة وسيواجه العراق خلال العام او المرحلة القادمة حزمة تحديات خطيرة كما تقول المراكز البحثية المتخصصة وما مخاطر استمرار هيمنة الميليشيات الطائفية على الوضع في العراق في المرحلة القادمة ضيوف الطاول رافع الفلاحي قحطان الخفاجي سعد محمد عثمان لم يشهد العراق منذ الغزو الامريكي عام الفين وثلاثة صراعا بين القوى السياسية اشد مما مر به عام الفين واثنين وعشرين الذي اظهر خفايا الخلافات السياسية والحزبية على الساحة واخذ اشكالا متنوعة كادت ان تطيح بالعملية السياسية عندما تدخلت بندقية الميليشيات في اعطاء السلطة للأقوى وضمن هذا المخاضي المشوه ولدت حكومة السودان حاملة معها تركة فساد ثقيلة وعلى ارضية مضطربة سياسيا وامنيا اخذة على عاتقها افراد ميليشيات الاطار بالسلطة المطلقة عبر ضرب الخصوم تحت ذريعة مكافحة الفساد واعادة التوازن للتبعيتين الامريكية والايرانية ورغم الاستقرار الهش الذي حاولت حكومة السودان فرضه بقوة الميليشيات التي تدعمها الا ان هذا الاستقرار معرض للانهيار مفجرا واقعا اشد خطورة مما كان عليه سابقا فما ان تم تشكيل الحكومة حتى بدأت الخلافات تظهر مجددا ليس بين الكتل المتحالفة فقط وانما داخل الكتل نفسها ولا سيما بين اقوى الكتل الاطار التنسيقي حيث يشهد هذا الجسم السياسي صراعات بدأت تتصاعد بين جبهة قيس الخزعل وعمار الحكيم من جهة وجبهة نور المالكي من جهة اخرى كذلك الكتل الكردية تعيش حالة صراع مشابهة بين حزبي بارزاني وطالباني وينطبق ذلك الصراع على الاطراف السنية ايضا كما لا يخفى على المتابعين ان مقتدى الصدر لم يخرج من اللعبة نهائيا ولديه اوراق يمكنها ان تعيد المشهد الى لحظة التعقيد الصراع السياسي الحالي يغذيه الطراب الاوضاع الامنية والتقلبات الاقتصادية التي انعكست بشكل سلبي على غالبية الشعب العراقي ما رفع معدلات الفقر والبطالة وزاد من حدة التظاهرات الداخلية لتصبح العملية السياسية جاثمة على فوهة بركان لا محال من انفجاره نهاية الامر اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث هذه الحلقة في التحديات الخطيرة وفق مراكز بحوث التي تنتظر العراق في المرحلة القادمة في ضوء الاستقرار السياسي الهش الموجود في العراق وبقاء عوامل الاضطراب كما هي ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوديو وسيكون معنا عبر اسكايب الدكتور قحطان الخفاجي استاذ العلوم السياسية كما سيكون معنا عبر تطبيق زوم الدكتور سعد محمد عثمان الخبير الاقتصادي الدولي طبعا دكتور قحطان استاذ علوم السياسية قد أكون نسيت أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا حياكم الله أهلا وسلم حياك الله دكتور رافع الحقيقة لمراكز بحثية وتقارير ومراقبين كانوا يتوقعون أن الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جاءت طبعا بعد ثورة يعني شباط قد تكون فرصة أخيرة لتجديد السلطة لإطلاق مشروع أو رؤية الإصلاح السياسي العام إصلاح الواقع المتدهور والمزري في العراق بعد عام 2003 لكن بدلا من ذلك خلقت أزمات جديدة روكمت مع الأزمات القديمة لماذا؟ أولا يعني دعني أحييك أستاذ ماجد أحيي ضيوفك الكرام دكاتر ألا فاضل الحقيقة يعني واحدة من المفارقات الكبيرة في هذا النظام السياسي الذي يعكم العراق منذ عام 2003 لحد اليوم أبدأه مما يعني طرقت إليه بتقريركم وما تحدثت بحضرتك الآن عن الأزمات واحدة من سمات أو مميزات هذا النظام السياسي اللي موجود في العراق من عام 2003 اللي حد الآن هو قدرته على إنتاج الأزمات وتدوير هذه الأزمات هذه واحدة النقطة الثانية المهمة والأساسية في كل ما تسأل عنه أنهم يحاولون لنقنع الشعاب أن تغيير الوجوه سيؤدي إلى تغيير الحالي للأفضل ومن عام 2003 لحد الآن نسمع نفس النغمة أن الحكومة الفلانية جاءت وهذا الشخص الذي سيقود الحكومة الفلانية بقدرات كذا اقتصادية سياسية علمية شهادة كذا وزراء كذا وسيغيرون الحال وإذا بالحال من سيء إلى أسوأ وإذا الأزمات تكبر وإنتاج جديد للأزمات وتدوير للأزمات المشكلة الحقيقية لا تتعلق لا يعني بالوجوه بالشخص المشكلة الحقيقية تتعلق بأصل النظام هناك خلل بنيوي في النظام السياسي الموجود فيه في العراق وهذا الخلل البنيوي ينعكس على بمخرجاته على كل الوضع في العراق بالتالي كل القوى السياسية التي في العملية السياسية وبما فيها الدستور الذي يسنده لهذه القوى والذي صاغت وهذه القوى لكي يخدمها ويخدم مشروعها هي بالتالي تنتج هذه الأزمات ولم تأتي لبناء دولة لبناء دولة سياسيا اقتصاديا اجتماعيا هذا غير شكل لأن المشروع ملاكه ليسوا عراقيين حقيقة مشروع اللي موجود في العراق ملاكة جانب ملاكة أمريكان وإيرانيين وهذه حقيقة لذلك كل المشاكل عندما تحصل بالنظام السياسي يتكئون على الخارج لحلها أو يتكئون على الخارج لإسنادهم في بقاءهم ورغم تفاقم هذه الأزمات هذا الوضع اللي موجود في العراق بالتالي احنا امام أزمة تفاقم لأن الحل الرؤية غائبة هم يحاولون أن يغيبوا الرؤية وين المشكلة عندما تذهب إلى الطبيب ربما تحدثنا في هذا في أكثر من مرة تذهب للطبيب يشخص المرض ويصف لك الدواء التشخيص قطع هم يحاولون أن يقنعونه يقنعون الشعار أنه التشخيص الخلل في الأشخاص هذه الحكومة غير عن تلك الحكومة وسأعطيك مثالا عام 2014 عندما حصلت ثورة التشرين قالوا أنه التغيير هذا اللي جاي مصطفى الكاظم سيغير الوضع إلى وبدأت هذه الآلة الإعلامية والمطبلين يطبلون بهذا الاتجاه لكن ما الذي حدث الوضع ساء أكثر ميليشيات سيطرت أكثر انفلات أكثر السلاح انفلت أكثر الوضع الاقتصادي انفلت أكثر خلق هذه الفوضى التي اعتمدوا عليها من عام 2003 لحد الآن ماضي في طريقة فبالتالي كل الأمور تمضي باتجاه خلق أزمات جديدة وعلى الشعب أن يتحمل هذه الأزمات و يعني يؤمن بأنها حالة طبيعية وستمر حياته بوجود هذه الأزمات لأن الفكرة الأساسية الغائبة التي يريدون أن يغيبونها ليست غائبة عن الشعب أن القضية تتعلق بالحزب الفلاني إذا ما قاد والشخص الفلانيين والحكومة الفلانية وهذه ليست هي الحقيقة الحقيقة مثل ما قلت أنه هي في أصل النظام السياسي في أصل النظام الاقتصادي في أصل النظام الاجتماعي اللي هم مواضعي في أصل بناء الدولة في أصل المشروع الذي لا يملكه أبناء العراق وهو مملوك لقوة خارجية دكتور رقحطان دكتور رافع أشار أن هذا النظام أولا لديه القدرة على خلق أزمات هذه الأزمات الحقيقة كأنها تضمن أسباب ديمومتة وبقاءة فعلا هذا النظام لن يستمر ولن يستمد أسباب بقاءة وحياتة وتنفسة إلا بخلق مزيد من الأزمات ومراكمة هذه الأزمات حتى وإن كانت ثمن باهضا على الدولة في العراق الدولة والشعب حياك أخي العزيز وحيا الضيف الكرام والمشاهدين لفاضل أهلا دكتور فعلا هذا النظام هو أساسا نشأ نتيجة لأزمة لحالة غير طبيعية تمثلت في الاحتلال الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق وبالتالي هو نتيجة إلى حالة غير طبيعية وبالتالي حالة اللا طبيعية التي نشئ منها تكون أحد أسباب حالة القلق وحالة عدد المستقر فيه تدعى ذلك أن هذا النظام هو نتيجة إلى صناعة إرادات خارجية وهذه إرادات الآن باتت تتصارع في العراق وبالتالي الصراع ما بين هذه الإرادات الخارجية ينعكس بشكل آخر على الداخل وبالتالي سيبقى وضع عراقي في حاله الحالي والمستقبلي رهنا للصراعات البينية وهنا أركز على الصراع بين كل من أمريكا وإيران وبالتالي نعم هذه الأزمات التي يفتع علىها لابد أن تكون هي أساس لوجوده كنظام كما هي أساس لوجوده كمكونات سياسية المكونات السياسية للحزاب السياسية ومطلقاتها الفكرية ناشئة من خلال تجزئة المجتمع وتجزئة الدين وبالتالي هذه التجزئة لا يمكن أن تدوم إلا بوجود أزمة وعليه نرى نحن نتابع أن الأزمات تستمر سواء الأمنية أو الاقتصادية مؤخرا أو أي أزمة أخرى وبالتالي نعم أؤيد ما ذهب إليه زميلي العزيز أن الأزمات هي التي ستديم أمد هذا النظام حسب رؤية أصحابه ولكن نعتقد أن الآن أصبح هناك بدالي نهاية هذا النظام على إرادة أخرى خارجية تتصارع فيما بينها لتذهب إلى شيء آخر قد لا يكون كما كان اليوم دكتور سعد محمد العثمان من جملة التحديات التي تستشرفها تتوقحها المراكز البحوث المتخصصة والمراقبين يتحدثون عن أيضا الأزمة الاقتصادية لكن الحقيقة البعض يتحدث أن العراق في العام 2022 حقق نمو اقتصاديا عبر زيارة أسعار النفط العالمية واعتبر أن هذا نمو اقتصادي هل يمكن عد هذا الأمر نمو اقتصاديا حقيقيا هو أن أسعار النفط العالمية قد زادت وتوفر للعراق وفرة مالية من بيع هذا النفط سهل خير عليك وعلى الضيوف الكرام وعلى جمهور المشاهدين في هذه الأمسية الحقيقة حتى منطلقاتنا علمية بحتة حتى التقارير هذه الدولية لم تستند إلى التعريف الأساسي للتنمية التنمية هي توظيف موارد البلد في هيكل الانتاج وفي رفاه الشعب سواء صحيا أو ثقافيا فأعتقد هذا التعريف يجاوب ما تفضلت أنت تسأل عنه النفط ارتفعت أسعار وممكن تنخفر 95% من أو أكثر أنا أتوقعهم ويعلنوا 95% إلى 97% من موارد دولة العراقية من النفط وال3% يمشكوك فيها هي رسوم وغيرها وإلى آخرين فما هو التحسن في هيكل الانتاج وأقصد حتى خاف المستمع ما يعرف ومشاهد شنو هيكل الانتاج يعني زراعة صناعة بنية تحتية عمار فهذا كلها تقاس بنسب وثم نقول عوائدنا جدت من نفط خليناها بالزراعة خليناها بالصناعة خليناها بالبنية التحتية فلا يوجد تعريف مثل هذا والمركز اللي حقيقة أشار إلى هذه النقطة يعني مجرد إرضاء أو دعاية يفترض أن يعني لا يلجأ إلى هذا الوهم يوهم الناس والحكومات ولذلك نشوف بعد تحسن عائدات النفط تحقيق فاهم أغلب الدول الآن والمؤسسات بالداخل من أحزاب غيرها تطمع بهذا الفاهم طيب استشراف المستقبل ما تعرف المستقبل النفط سرعة استراتيجية قد ينخفض إلى عشرين إلى خمسة وعشرين قد يرتفع إلى ثلاثم يوم حسب الظروف فهي ليست جانب إيجابي أن ارتفاع الدخل إنما كيف تم التصرف بالدخل كيف عمل إلى تحسين أو إعادة توزيع الدخل بحيث استفادت أكبر مجموعة من الشرايع وكيف ندافع عن عملتنا في ظل تطور عاعدات النفط لأن العملة هي الهوية الوطنية لأي اقتصال وعادة الحروب تبدأ بتخفيض العملات عندما تفقد العملات قيمتها تبدأ طبعاً المشاكل الاجتماعية وهي الخطوة الأولى لأحداث أكبر كما يحدث في لبنان في اليمن في إيران في سوريا والآن لحقهم العراق وهو تهديد حقيقي لأنه أن يرتفع السعر خلال سنة يعني تقريباً أربعين بالمئة خمسين بالمئة ارتفع قيمة الدولار أزع الديناء ما هو دكتور عفو أين يكمن هذا التهديد الحقيقي من انخفاض قيمة الديناء العراقي أمام الدولار وهو طبعاً انخفاض يبدو متدرج وربما هناك من من يتوقع من الاقتصادين أن يبلغ مئتين ألف لكل مئة دولار مئتين ألف أنا شخصياً أيضاً أميل لأنه إذا لأننا عندنا في النظرية الاقتصادية الظاهرة الاقتصادية عندما تستمر يعني مع الأسف أنه اصطر أتكلم شوية نظرية عندما تستمر إلى مدى ستة شهور من ثلاثة إلى ستة شهور تصبح ظاهرة صعبة المعالجة ولذلك هذا التواصل يعني أنا راقب من أيام كل العملات بالمنطقة دينار العراقي يسجل تراجعات سريعة نعم نحن الآن قد يتفاوت خمسة بالمئة ثنين بالمئة بعدين أكو مرحلة يبدأ يقفز يعني يبدأ يقفز بالانخفاض إلى الداون إلى التحت بنسب عشرة خمسة عشر بالمئة ولذلك ألفين مو مفد رقم يعني متوقع أن يوصل إلى ألفين ولكن هو بالإمكان إيقاف هذا النزيف لو هناك سياسة اقتصادية ومالية صحيحة وأنا استغرب أنه ما يجري في البنك المركزي من إجراءات هامشية هذه محناها أنه أهمال مثل ما يقول إلى قوة الشعب وإلى قوة الناس اللي هي أعتقد ثمان ملايين إنسان عايش على الرواتب أو ثمان ملايين ومجدين وخمسين بهم متقاعد وموظف إلى آخرين قدرتهم الشرائية إذا كانت نتيجة تخفيض قيمة الدينار أزاء الدولار في الورقة البيضاء الورقة الملعونة اللي هي على الأسف يعني قصمت ظهر البعير وأدت إلى خفاظ القدرة الشرائية وكان ليس لها أي مبرر أبداً لأن كان ممكن لأن عالة في حالة خفاظ قيمة العملة يعني أنا أتكلم أشهر أستاذ اقتصاد اللجوء إلى الاحتياط اللي هو قد يصل بين 10 إلى 20% كذلك إلى موضوع أنه حتى نعالج أزمات نفكر بمستقبل أجيال قادمة ونبني صندوق للأجيال وباستثمارات مهمة كما يحدث في دول الخليج قد نتحدث في هذه النقطة أكثر دكتور رافع الحقيقة أيضاً في جملة التحديات ونتحدث عن الشق السياسي ما ينظر إلى الآن على أنه استقرار المختصين المراكز البحثية تقول أنه استقرار نسبي هش ولعوامل خارجية غير متعلقة بالداخل في العراق لماذا هذا الاستقرار نسبي وهش والحقيقة لا يمكن أن يبنى عليه شيء في المستقبل والتوصيف ربما يعني صحيح جداً لأنه سبق قلت لك يعني يعتمد على عوامل خارجي لأنه أصل المشروع هو معراقي يعني هؤلاء هم نواطير هم أجراء لحماية هذا المشروع الحقيقة لذلك نقول في كل المشاكل كل الأزمات الكبيرة التي لا يستطيعون علىها والتؤثر اللي قد تؤدي إلى انهيار العملية السياسية يذهبون إلى الطرف الخارجي لكي يحل هذا الموضوع حتى في خصوماتهم في صراعاتهم على المناصر يعني عندما نصل إلى تعيير رئيس الوزراء في كل مرة نحتكم إلى الخارج وبالتالي عندما يتوافق الخارج يتوافق ملاك المشروع على هذا الرئيس الوزراء على شخصية معينة يعين هذا الشخص هم في كل الأحوال ليس لديهم قرار وليس لهم إرادة لحكم العراق يعني هكذا هم جاءوا لأداء دور معين لحماية لحماية مشروع معين ليس أكثر ذلك حتى بالسياسة الاقتصادية والتي تحدث بها الدكتور عثمان وهو رجل اختصاص ودقيق في توصيفه سعد محمد عثمان نعم حتى في السياسة الاقتصادية لا توجد سياسة اقتصادية الحقيقة لأن هذه المضاربات هم موجودة فوضى فوضى عارمة القوانين لا أحد يحترم القوانين لا أحد يحترم التشريعات لأن القوانين والتشريعات وضعات لخدمة الأحزاب والقوى الحاكمة وإذا لم تخدمهم هذه التشريعات والقوانين الموضوعة يضربونها بالأرض يعني يدوسونها بأقدامهم وبالتالي لا يمكن البنك المركز يتدخل يبيع يجب كم نافذة يبيع معرف دولار ينزل دولار لأنه المشروع مهنى المشروع خارجي المشروع ملاك خارجيين دكتور في قضية الاستقرار النسبي الهش والحقيقة والمرجح للانفجار من يهدد بتفجيره الداخل أم الخارج من يهدد بتفجير هذا الوضع هي السياسات التي موجودة هي السياسات الفوضوية التي موجودة هي القوى الحاكمة بالتالي الخارج دكتور هذا استقرار نسبي لقوى العملية السياسية هو لا استقرار يعني إذا ردنا الحقيقة ما موجود استقرار كل اللي موجود الآن على رمال متحركة كل اللي موجود الآن لا يمكن لا يمكن الحكم عليه على أنه مستقر وثابت ويمضي من نقطة إلى نقطة بمسيرة واحدة غير متغنية لا لا أحد يقول ثابت يقول هش ونسبي حتى ولا هش شيء شيء خراب وفوضى لكن محكوم الناس بالسلاح بالتهديد بالوعيد بالحديث عن أنه إذا ما وقفتم غد هذا سنذهب إلى المربع الأول إلى الفوضى وكأن يعني غادرنا المربع الأول ونحن لم نغادره هذه هذه الوضعية فبالتالي نحن ليس لدينا استقرار حتى ولا هش يعني ما عندنا هذا الاستقرار ما موجود كل اللي جرى هم تغيير لوجوه من نفس العملية من نفس الأحزاب من نفس القوى نفس التفكير كل القوى الحاكمة للعراق من عام 2003 لعد الآن يعني هذا عقلها الجمعي غير قادر على فهم أساسيات الإدارة والحكم في العراق أبدين لا يمكن أن يكون هذه هذه القدرة فبالتالي نرى هذه الفوضى نرى هذا ويسند ويسندهم دستور فوضوي دستور يؤيد هذه الرايات الصغيرة يؤيد الانفصاليات يؤيد كل قوى صغيرة ممكن أن تتغول وتصبح وحتى المحكمة الاتحادية يعني تكون هي مسيسة لأنه تخضع لضغوط معينة والإملاءات معينة فتقرر لهذا الطرف تبعا للظرف ما ستقرره لطرف الآخر بنفس الوجه تبعا لظرف آخر وهكذا وشهدنا هذه العملية كثير كثير في قضايا كثيرة واضح وبالتالي لا وجود الاستقرار لا على المستوى السياسي العام ولا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي هناك يعني نار مثل ما يقولون تحت الرماد وممكن أن تشتعل في أي لحظة أشكرك نستأذن من المشاهدين الكرام ومن ضيوطنا طبعا أولا نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار ابقوا معنا بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم بلدهم يطفو على بحر من النفط تصارع أكفهم أسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويفذلون المهاجاة ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسر فنحن صوتكم أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في حزمة التحديات الخطيرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تنتظر العراق في ضوء هذا الاستقرار النسبي الهش والقلق في العراق ديف طاولة دكتور رافي الفلاحي دكتور قحطان الخفاجي والدكتور سعد محمد عثمان دكتور قحطان الحقيقة أيضا الباحثين مختصين مراقبين وحضرتك أيضا من المراقبين يتحدثون أن عوامل الاضطراب ما زالت قائمة في العراق وهي أقوى من عوامل الاستقرار النسب الهش الموجود في العراق يوصف الوضع في العراق بأنه استقرار نسب هش قلق لا يمكن البناء عليه أو التعويل عليه ما هي أبرز عوامل الاضطراب التي قد تفجر الوضع مرة ثانية في العراق فعلا الوصف الذي ذكرت حضرتك دقيق مئة في المئة ما هي الدلالات أو ما هي العوامل التي تزيد منها شاشة الوضع هو أولا بالتأكيد العملية السياسية وطبيعة نشأتها والفساد الذي استشرى طبعا بشكل كبير حتى بات كبار الفاسدين مفسدون في مأمن كامل تزعى ذلك تغول الفصائل المسلحة وطبيعة ارتباط الخارجي لهذه الفصائل بجهات خارجية هذا كله يكون جزء من صراع كما قلنا ونؤكد صراع خارجي دولي يكون العراق ساحة له وهو الصراع الامريكي الإيراني لأسباب المعروفة تخص الطرفان وبالتالي أسباب النزاع هي وعزم الاستقرار وزيادة الهشاشة عائدة إلى حجم التأثير الخارجي بالشام العراقي تبعية الوضع العراقي السياسي بمخرجات صراع تلك القوى الخارجية إضافة إلى أن هناك اخفاقات كبيرة في تأمين أبسط حوائج الناس الأمر الذي جعل الشعب عنصر أساسي في زعزعة السقر النظام وبالتالي الثلاثية تكتمل بعضها البعض زحزحة أو حراك الشعبي الفساد والتغول الفصائل المسلحة التأثير الخارجي في الشام العراقي ثلاثية جميعها يذهب باتجاه مصالح قوى خارجية أكثر من الداخلية وأكثر من الشعب العراقي وبالتالي تصبح الأمور دائما بالاتجاه الذي يضمن مصالح الخارج ويضمن القوى المتسلطة على الشعب السياسي ويجد من معاناة الشعب العراقي وبالتالي هذا يدل بالتأكيد على أن الاستقرار سوف يزداد سيما وأن الخلافات أصبحت اليوم بين القوى السياسية داخل الخندق الواحد كما ذكر قبل لحظات زميل العزيز كردي كردي خلاف كبير بينهما وظهر للعلن وهو خلاف بالتأكيد منذ ثمانية القرن المنصر الفصائل الخندق ما يسمى الشيعي هناك أكثر من جهة الخزعالي جهة والمالكي جهة والسوداني بين وبين ثم ما يسمع في الخندق الآخر الثالث التقطعات كبيرة والخلافات كبيرة لأن هناك الفساد وهناك المصالح الألانية وهناك غياب لرؤية كاملة ومكملة لصرح عراق وبالتالي الصراع سيزداد وهذا ما نخشاه ويخشاه الجميع دكتور سعد محمد عثمان على الرغم من أن هناك زيادة كبيرة في أسعار النفط العالمية اعتقد زالت بنسبة 40% عما كانت عليه لكن هذه الزيادة الكبيرة في أسعار النفط الحقيقة لم تنعكس يسمعني دكتور سعد تسمعني دكتور ماذا يسمعني دكتور سعد ماذا أسمع طيب الآن لا حلا ممكن تعيد ايه الآن ايه أسمع كنت سألتك أكو زيادة كبيرة في أسعار النفط العالمية الزيادة اعتقد بلغت 40% عما كانت عليه لكن هذه الزيادة وهذه الوفرة المالية الهائلة لم تنعكس إيجابا على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العراق يعني على الأقل تخفف من وطأة هذه المشاكل والأمراض الاقتصادية لم تخفف نسبة فقر لم تخفف نسبة البطالة لم تحسن شيء من الخدمات العامة لماذا هذا العجز يعني البرميل يصير بألف دولار ممكن حتى الناس بالعراق تلمس شيء من أثر هذا الارتفاع صحيح اللي تتفضل به يعني هو مثل واحد جيبه مليان فلوس وما يسره فهي عملية توظيف لعواعد النفط يعني لم تنعكس عواعد النفط على مشاريع لامتصاص البطالة تحسين الدخل البنية التحتية إلى آخره إنما المكسب اللي خل الجزيرة وغير الجزيرة تتحدث أن العراق حقق نمو هو نمو الاحتياطي في البونك المركزي اللي يقال وصل إلى 110 مليا تقصد مركز الجزيرة للدراسات وليس القناة نعم مركز الجزيرة نعم نعم وأنه الاحتياطي اللي هو طبعا قانونه يجب أن يكون له 10 إلى 20% فتخذها 10 إلى 20% واحتياطي جد داخل العراق من تجزيات سعار النفط يعني أعتقد مبلغ كبير وخاصة العراق الآن تجاوز 4 مليون أخي بلدان يعني تنتج قل من مليون من تروح وشوف توظيف عوائد النفط فيها تلمس من المطار إلى البحر وإلى النهر في العراق لم يحدث شيء هذه مشكلة لماذا لم يحدث شيء؟ لأنه الفهم بأن هذه العوائد هي ملكية شخصية لمن يحكمون ولذلك هم ثرواتهم الشخصية تتموا بشكل هائل وهذا اللي دفع البنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع تقارير إلى الخزانة الأمريكية يؤشر نمو إيرادات أو عوائد أشخاص في بنوك خارجية عن طريق غسيل الأموال أو عن طريق التهريب النقدي ومما يثير أكثر أنه جزء كثير كبير من هذه العواد يذهب إلى كسر الحصار على إيران يعني هي اللي أثار أمريكا وحدة من الأسباب طبعا في انخفاض قيمة الدولار أنه نظام الرقابة والحوكمة أو السويفت اللي يفرض على التحويلات هذا قلص شوية ولكن السبب الأساسي أنه اكتشف أنه كثير من هذه الأموال تذهب نقدا إلى دول مجاورة لديها مشكلات نتيجة الحصار الاقتصادي الدولي أو إلى آخره وهذا الدفع إلى أن تجديد الرقابة وهي بمزاجية هذه التزديد يعني يشددون الرقابة متى ما يشاءون ويخففونها يعني 11 سنة هم كانوا يعني دارين ظهروا عن هذه المشكلة الآن انتبهوا لأن انتبهوا يبدو هناك أجندة تتعلق بالمنطقة واستقرارها السياسي يعني ربما قد تكون عملية الشعور بأن هذا البلد الصغير اللي هو العراق يريد يكسر الحصار المفروض على إيران في حين لجندة الأمريكية والغربية هي إضعاف إيران اقتصاديا وهو الحرب الاقتصادية هي القائمة الآن دكتور حتى لا نشعب كثيرا في موضوع شوية خليني ما دام أنت موجود بيانا الحقيقة أيضا بس دعطيك جملة دعطيك جملة أن الحرب الاقتصادية في العراق أشد من كل أنواع الحرب لأنه حرب على نقمة العيش بالنسبة للناس الناس الذين تعاني من ارتفاع الأسعار والتضخم في وقت ما يكن فرص أخرى لتحقيق إيرادات تساعد على الاستقرار النفسي والاجتماعي فتشوف النتائج الاجتماعية كارثية هي خروج عن المجتمع والتقاليدة وربما الأيام المقبلة هذا استمر الوضع لأن العامل الاقتصادي عامل مهم في التغيير في العالم والدليل ثورة الفرنسية سقوط الاتحاد السوفيتي الربيع العربي كلها عوامل اقتصادية بالدرجة الأساسية يعني العوامل السياسية ناس ما تفتهمها مثل ما تفهم نقمة العيش الحكومة السودانية وبعد تشكيلها أو تسنمها الحقيقة تحدثت عن محاربتها للفساد وقامت بإجراءات باعتقال فاسدين إقالات الحقيقة ضبطت أموال هائلة جزء من أموال صفقة القرن هل تعتقد أن الإجراءات الحكومية والقوانين الحالية كافية وحقيقة وحقيقية وفعالة لمكافحة الفساد أو لجم الفساد أو تخفيف الفساد أعيد عليك السؤال دكتور طيب إلى أن نضبط الصوت بيا دكتور سعد محمد عثمان دكتور أيضا للحقيقة هناك من يتحدث أن واحد من أبرز التحديات التي تنتظر العراق هو هيمنة استمرار هيمنة الميليشيات وهيمنت سلاحها على الدولة الآن الميليشيات الحقيقة تحكم قبضتها على الدولة في العراق بكل المستويات سياسي واختصادي وأمني وحتى الإعلام وغيرها هذا هو التحدي الأكبر الذي سينتظر العراق الآن الميليشيات قبل كانت الميليشيات هيك العسكري يتبع لحكومة بطريقة أو بأخرى ليست ميليشيوية الآن حتى الحكومة هي من الميليشيات من إطار الميليشيات لذلك أنا قلت أنه أستاذ ماجد قلت أنه العقل الجمعي للطبقة الحاكمة عقل بخلل خلل كبير وغير قادر على فهم طبيعة الإدارة وطبيعة الحكم سأقول لك لماذا نعم وربما تحدث بالإطار الاقتصادي اللي تحدث به الدكتور رثمان قبل قليل نحن لدينا دولة التحدث هكذا الحكومة لا أقول للدولة لأنه ما موجودة دولة نعم هذه الحكومة اللي موجودة السلطة الموجودة تقول لدينا أربع ملايين ونصف موظف ولدينا ثلاث ملايين ونصف متقاعد إذن العدد ثمان ملايين ذولة تصرف لهم رواتب إضافة إلى ما لا يقل عن ثلاث ملايين فضائي فأنت لديك ما يقارب العشر ملايين مواطن يجب أن تصرف عليهم هذه اللعبة هذه اللعبة يعني تمتعوا بها طوال هذه السنوات وهي اللعبة التي استطاعوا بانخلالها أن يقضوا على ثورة تشرين واحدة من الأسباب الرئيسية التي قضوا بها على ثورة تشرين أو حاربوا ثورة تشرين لا أقول قضوا عليها بهذه الطريقة لأن القوى التي وظفوها والذي دفعوا لها رواتب منعوها من المشاركة مع الثوار وكان الثوار يدعونهم وهم لهم رغبة كبيرة في الوقوف مع الثوار لكن هددوهم برزقهم بأموالهم برواتبهم توقفوا لذلك انسحبوا وبقوا الثوار وحدهم بالساحة واستطاعت الميليشيات أن تقتلهم هذا الفكر الميليشيائي الذي يسيطر على الدولة الآن وصلنا إلى مرحلة الآن الموازنة جد هم يقولون أن كل واردات العراق النفطية والتي هي تشكل ترى 100% يعني العراق شاعدة غير واردات الباقيات كلها تبوقها الميليشيات وهذه المنافذ الحدودية وما عرف شو نصدر إحنا إحنا فقط نستورد وما نستورده نأخذ عليها ضرائب ربما تأخذها هذه الميليشيات عموماً 100% تجينا الموارد من النفط موارد النفط في هذه السنة 115 مليار أنت تدفع فقط للموظفين بهذا السعر العالي وأن تصدر أربع ملايين ونصف برميل يومياً أنت تدفع لهم ما يزيد عن ما يقرب من 80 مليار دولار سنوياً كم بقية من المبلغ اللي بقى من المبلغ لا يساوي 30 أو 40 مليار هل هذه كافية للنهوض بالعراق وبناء قاعدة وبناء أطلاق تنمية أطلاق تنمية وإصلاح كل شيء والبناء التحتية وبناء بناء تحتية وبناء حياة جديدة ونهوض بالعراق وبناء صناعة وزراع كذبة كبيرة لأن هذه المبالغ الباقية تتقاسم هذه هذه الأحزاب والميليشيات التي في السلطة لذلك عندما تقرأ بالموازنة ستجد أن تقسيمات الموازنة التوزيعات ما للأموال غالبية تذهب يعني التعليم تجد 2% و1% للصحة 1% و2% للخدمات ما أعرف أشياء لكن تجد للعسكر للمعرف منه القوات مبالغ آئلة لأن هذه القوات تحمي السلطة المراد لها أن تحمي السلطة لذلك يصرفون والباقي كل الفساد يذهب إلى جوهم لذلك أعداد الفقراء في العراق خارطة الفقر توسعت وأعداد الفقراء الآن باعترافهم هم يتزيد يعني يقولون 36% هم يتعددون عن 36% من الشعب العراقي فأنت شوف هذا العدد من الفقراء والعاطلين عن العمل هذه كلها كوارث جديدة تضاف إلى هذا الوضع ذكرت الفساد دكتور سعد قبل مشكلة الصوت كنت سألتك أن الحكومة رفعت شعار محاربة الفاسدين لا يسمعني ما تسمعني بعد ما يسمعني دكتور دكتور سعد يسمعنا ماذا يسمع ماشي دكتور قحطان دكتور قحطان خفاجي دكتور سعد يسمعني دكتور ساعد يسمعنا دكتور قحطان يسمعني ليش حبيبي نعم معك طيب نعم دكتور الحقيقة مادام تحدث عن حزمة تحديات تتحدث تنتظر العراق في المرحلة القادمة برأيك هذا الوضع السياسي الهش سيستمر أم أنه سيقوى وكما يقال يستدساعده ويقف على قدميه مستفيدا من كل التجارب السابقة ومستشعرا خطر يهدد هذا النظام تهديدا وجوديا خاصة وأن هناك مشائك الكثيرة ثورة تشريل لم تموت بعد لا أعتقد أن الواقع يشير إلى أن القوى السياسية المتنفذة تدرك أسباب نهوض أو أسباب تقدم أو حتى أسباب تجاوز إخفاقاتها لسببين أساسيين أولا كما قلنا ونؤكد أنهم إرادة أو أنهم تبع لإرادة خارجية وبالتالي إرادة خارجية ما زالت في صراع مع خصيمها وبالتالي لا أعتقد هذه المجامع بالداخل تدهب يعني هذا الاتجاه لدعى ذلك أن الهوة الكبيرة أصبحت الآن بين القوى السياسية المتنفذة المتسلطة يعني دكتور ما دام خلينا أسألك قاطعك أسف على قضية ذكرى للقوى الخارجية الراعية للعملية السياسية لو الآن توافق أمريكا وإيران وهما الراعيان الرسميان للعملية السياسية توافق وأصبح بانسجام تام هل تتوقع أن هذا سينعكس تعافيا وتقويما للعملية السياسية في العراق وتتجاوز مرحلة العشرين سنة من الأزمات والصراعات والتنافر والتصادم أعتقد الجواب يأخذ تجاهين تجاه الأول نقول نعم لأن دلالات كثيرة على ذلك عندما توافقت نسبيا أمريكا وإيران بشكليا على تشكيل الحكومة الحالية نرى الهجمات على المواقع الأمريكية قطعت أو انقطعت من الفصائل التي تدعي حراكها وخلاتها مع الجانب الإيراني ولكن أقول الشيء الآخر لا لماذا لا لأن التحسن الذي قد يحصل لذلك التوافقات الأمريكية إيرانية تحسن وتهد هشاشة الوضع السياسي ولكن ليس بظهورها تحسن المستوى المعيشي للمجتمع أو التنمية الحقيقية للمجتمع ودلع ذلك أن إيران في الترة السابقة كانت مهيمنة بشكل كبير عراق لن تسعى إلى بناء أو إلى تعمير شيء من الصناعات العراقية أو الزراع العراقية أو أي شيء الأكد تماما كما هي إلى حد المعين أمريكا أيضا لن تقوم بما يجب أن تقوم عليه كدولة محتلة حيال الدولة التي احتلتها إذن في رأينا أن إيرانة الخارجية تشترك في نقطة أساسيتين نقطة أن تؤمن أو تؤمن مصالحها في العراق على حساب العراق أثنين أن تبقي حالة اللا توافق النسبي ما بين الشعب وبين الحكومة لكي يكون مجال الحراك لها أوسع عندما تريد أن تحرك الأمور كما هي ذهبت عليه الفوضى الخلاقة إذن نحن أمام إرادة خارجية هي أن خلفت مصلحتها لم تنظر إلى المصلحة العراقية بأي مستوى ما مكان المتدني زعى ذلك أن الجماعات التابعة على الإدراءة العراقية لم يكلفوا أنفسهم لحظة واحدة أن يفكروا بالعراق وبالتالي لا أعتقد أن يتحسن الأمر ولكن قد يقل الخلافات السياسية بين القوة السياسية المسيطرة على الشيء المرسلين نعم نتوقف عند هذا الفاصل القصير لنعود مع دكتور سعد محمد عثمان حتى لو كان على التليفون لأنه ما بقي من نقاط للنقاش هي اقتصادية بحته فعلى التليفون لا بأس بعد الفاصل نعود ونكمل حوارنا مع ضيوفنا في طاولة حوار لهذه الليلة من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار من شهدائها وأسراها وجرحاها من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة نأتيكم في برنامج من فلسطين عينكم على الأرض المحتلة أهلا بكم مشاهدين الكرام دكتور سعد قبل مشاكل الصوت سألتك الإجراءات الحالية والقوانين التي اعتمدتها حكومة السوداني لمكافحة الفساد قبضت على فاسدين استدعت أو استرجعت أموال تعتقد أنها كافية لإطلاق رؤية حقيقية لمحاربة الفساد اجتثاثة أو على الأقل تخفيف غلواء طبعا الفساد هو ظاهرة عامة ولكن إلى مستوى يعني فساد مقبول وهو قائم في أغلب البلدان وكفسات شامل الظاهرة الموجودة بالعراق هي الفساد الشامل يعني بحيث يبدأ من القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى القاعدة حتى تواجه هذا النمط من الفساد ووفق تجارب كثير من الدول هو لازم سياسة جدرية وليس إجراءات جزئية وقتية أنه تمسك خيوط تابعة أنت تجي على الروس فلازم تعرف أن مصدر الفساد في العراق هما وين يبدو أن مصدر الفساد في العراق هي القوة المتنفذة الكبيرة وبالدليل أن هذه القوة الكبيرة امتلكت استثمارات سواء داخل العراق أو خارج العراق وأغلبها خارج العراق كبيرة بحيث أنها مرصودة بشكل جدا واضح عندما تسافر إلى أي بلد من هذه البلدان يعني من البساطة أن تسمع هذه المستشفى مال فلان هذه الفدق مال فلتان وهكذا جامعة يشارك بها أو شركة ووصلوا إلى مؤسسات كبيرة أن هذه الأموال كيف وصلت وصلت بحدة طرق من خلال مزاد العملة هذا يتحقق من خلال المشاريع الوهمية حقيقة نمط الفساد في العراق رهيب يعني هذا نمط الفساد المشاريع الوهمية نادر يعني لم أقرأ عنه سابقا إلا في العراق ولذلك أن تصير إجراءات تجاه أشخاص نعم هي إيجابية خليها تصير ولكن يجب أن تكون سياسة مجعومة بتشريعات وقوانين أسوة ببقية البلدان وتكون العقوبات صارمة ولكن لا أعتقد أن هناك نية أو هناك فعلة واضح بس عدنا أيضا نقطة أخيرة حتى قبل أن ننهي لأنه في الدقائق الأخيرة الحقيقة الاقتصاديون يتحدثون أنه مركزية الدولة في تشغيل باعتبارها مشغل وحيد للاقتصاد في العراق وعجزها وفشلها في بناء اقتصاد خاص وطني خاص أيضا فاقم الحالة الاقتصادية في العراق وبالتالي فإن الاقتصاد أو الوضع في العراق أو الحال الاقتصادية يعني الآن على الأقل في المدى المنظور من المستحيل أن يكون هناك تعافي أو تكون هناك عملية إصلاح اقتصادية الاقتصادية والاقتصاد في العراق ما ظل لمزيد من التشوه والتهشم نعم الاقتصاد العراقي اقتصاد بدون هوية وبدون أي فلسفة هو عبارة عن مجموعة من الناس تتحكم بالموارد بدون أي خطة رغم الخطة تكتف في وزارة التخطيط ولكن لا تنفذ به وبدون نتائج يعني لم تحسم لها أي نتائج إيجابية ولذلك مهما كثرة العواد الناجمة عن النفط قال ما ليس هناك تطور في هيكل الانتاج يضمن عمل يضمن تطور في القاعدة المادية اللي هي الصناعة الزراعة بالتعليم في الصحة فبصراحة أنا متشاهم من الاقتصاد العراقي إذا استمر بهذا الحال وخاصة أنه مربوط بعوائد النفط وأي قرار سياسي أو حدث سياسي ممكن يخفض سعر النفط وممكن يرفع شكرا دكتور سعد دكتور رافع بدقيقتين الوضع الوضع العام في العراق في المرحلة القادمة مدى منظور على المستوى الفساد سيبقى الفساد يعني يعني مترسخ يترسخ أكثر لأنه مثل ما قلت في مرة وأقولها مرة أخرى أحد رؤساء وزارات دولة آسيوية استطاعوا أن يقضوا على الفساد قال قضية التخلص من الفساد مثل تنظيف السلم من الأعلى إلى الأسفل وإذا ما بدأوا من الأسفل إلى الأعلى لن يتنظف هذا السلم أبداً وهذه العمليات التي سألت عليها الدكتور غير مجدية ومضحكة الشيء الآخر أنه هناك عاملين للتغيير في العراق العامل الأول هو أن تقتنع هذه القوة الحاكمة للعراق القوة الحزبية والميليشياوية بإرادة وطنية أن التغيير يجب أن يكون ويغيرون كل شيء الدستور والعملية السياسية وهذا غير ممكن نهائياً الشيء الثاني أن الشعب ثورة شعبية وهذه الثورة الشعبية لها كلفة بشرية وهي ما ستحصل البعض سيقول أن دولاب الدم سيفطر مرة أخرى ويرشحون والبعض يتمناه هذا لأنه بغيره غير موجود شكراً دكتور وهذا الوضع الحقيقة هو الماضي للعراق ما لسه في الشديد شكراً في ختام حلقة الليلة من طاولة حوار لم يتبقى إلا أن نشكر ضيوفها وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوديو وكان معنا عبر سكايب الدكتور قحطان خفاج أستاذ علوم السياسية عبر سكايب ودكتور سعد محمد عثمان الخبيل لإقتصاد الدولي وكان معنا عبر تطبيق زوم كما أشكركم ومشاهدين الكرام وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة